خليفة 11 Lite 5G NE أو خليفة 11 Lite 5G هو شاومي 12 Lite إذن شاومي 12 Lite وشاومي 11 Lite 5G الآن أصبح 12 خليفة 11 في هذا الفيديو هنشوف مواصفات الجهاز كل حاجة عن الجهاز ومواصفاته الكاملة مع تفاصيله في هذا الفيديو إلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفانت من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم جبتلكوا جهاز شاومي 12 Lite الجديد هذا اتأخر عن المجموعة اتأخر عن العائلة ونزلوا إياه بدنا نشوف المواصفاته والعلبته وكل حاجة عن الجهاز بإذن الله في هذا الفيديو بس قبل أن ندخل على الفيديو في عنا اللي هو جهاز هذا انتوا عارفينه هذا الجهاز 11 Lite 5G NE هذا الجهاز اللي هو مواصفات بس نذكر في مواصفاته اللي موجودة على الجهاز الجهاز بيجي شاشة عندك 90 يعني فيها 60 وفيها 90 في مدعوم في دولبي فيجين وعندنا المعالج اللي موجود على الجهاز اللي هو سناب دراجون 778 جي من كوالكم والكاميرا الأساسية بتيجي 64 ميجا بيكسل والجهاز زي ما تشايفين هذا شكله 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 حلو ورقيق ونضيفه بالناس الآن خلينا نيجي للجهاز تبعنا الجديد بسم الله الرحمن الرحيم الجهاز اللي معنا 256 على 8 جي جرام معش اللايت ولونه أسود طبعا الشاومي اللي حتى الآن بتحط اللي هو البيت السيليكون بتحط الكاتالوجات وبتحط الدبوس والشاحن والوصلة هذا الكلام مش موجود عند الشركات الأخرى كله من عدو من قبل ومرض قبل معده وخايفين بكرة الشاومي كمان يصير زيهم شاحن 67 الرائع السريع الزاكي هذا أنا بموت في موت وهنا الوصلة التايب سي يو اس بي ولونها برتقالي لأنها سريعة جدا الجهاز زي ما انتم شايفين عندك كاميرا 32 اوبا الكاميرا الأمامية 32 تصور يعني عاملين كاميرا أمامية 32 إن شاء الله تكون يعني التصوير حلو سمارت 67 واتر بالشاحن السريع المعالج 5G سناب دراجون 120 هرتز آموليد اللي هو الشاشة ودول بفيجين ودول بأتموس يعني أو دول بأتمز أو أتموس المهمة تسموها إيش ما تسموها ومية وعشرين الشاشة واموليد ودول بفيجين ودول بأتموس كيف الشكل؟ والله شكله حلو طلع كيف شكله؟ هذا شكله وهذا الشكل الثاني لا إيش هذا؟ هذا اللي هو الاثنعش وهذا الاثنعش لايت هنا طبعا جلد شايفين كيف ببصمش؟ أنا ممكن أيش؟ طبعا هذا خاماتو بلاستيك أنا مش شايف در بالك موضوع التبصيم ببصمش بسهولة أنا شايف أنه ببصم بس إيش؟ على خفيف مش كتير ببصم طيب تعال انت هيك عشقة خليك هنا الآن من تحت من هنا تايب سي المايك الأساسي درج للشرايح سماعة طبعا استيريو عنا هنا في جنب الباور هنا الباور وهنا رفع وخفض الصوت هذا الباور ما فيش في بصمي مبين هنا في عنا اللي هو الـ IR السماعة الثانية عشان نزيل استيريو سبيكر وعنا هنا المايك العازل للضوضاء والنحلية صار فيش فيها ولا حاجة الجهاز بلاستيك جيل الخامس حماية الجهاز هاي الجهاز فتح طبعا عليه واجد 13 وعليه الاندرويد 12 خلينا نشوف الآن بعد ما نفتحه ملاحظيني الجهاز برقص شايفين كيف لأنه ليش؟ لأنه الكاميرا يعني هي الكاميرا بتكتر ديقول مش يعني كتير بارزة عن بارزة عن الجسم هاي شايفين كيف مش كتير بارزة وشكله يعني شكله عنيق جدا خير ركب البيت السلكون ايوه برضو في حركة مش مشكلة يكن تكون عند الطاولة فيها مشكلة الصحيح الشاشة ملاحظين انه مستغلين في الشاشة كل الاشي عندك الاطار هانا يعني بتلاقي فيه اجهزة تانية ممكن تلاقي فيها اكتر لكن هانا مستغلين الشاشة اكبر قدر ممكن الجهاز على تحديث 13.0.2 اجاله تحديث الان جديد هايو على 13.0.2 اندرويد 12 طبعا لقناها وهيو بينزل التحديث الجديد تحديث 13.0.4 التي يعني الان لو اجينا على الاعدادات وابعد الاعدادات اجينا هنا في البحث كتبنا هنا كلمة معدل بس كلمة معدل التحديث بيشي كهي 60 وهاي 120 ممتاز جدا شاومي ان حطينا في اللايت 120 هرتز مش 90 زي السنة اللي فاتت. بالنسبة للمشاهدة على الشاشة وكيف عملية او كيف انا بنظر الى الشاشة. الصحيح انا لحظت الشاشة الان وشفت كيف. الوان حلوة. الشاشة ممتعة في المشاهدة. وخلينا نشوف. الوان الشاشة الوانها رائجة وحلوة ومحترمة. السطوع هنا بيصل معك لعند 650 شمعة. حلو. والمعدل 120 هرتز. وبتعطيك HDR 10 بلس. وبتعطينا زي ما كشفنا في الاول Dolby Vision وكمان Dolby Atoms. كتافة البيكسلات هنا اللي موجودة في هذا الجهاز. 402 بيكسل. وهي 1800 في 1400. وحاجمها 6.55. يعني انت لما تمسك الجهاز. الصحيح المسكة متمالكة. ومسكة حلوة كتير كتير. والجهاز الزوايا تبعته. زوايا. زوايا حادة زي مسكة الايفون. فيش في ادش ولا اي حاجة. والصحيح الشكل اللي بيقول لك. ببصمش؟ لا ببصم. زي ما انت شايف شايف التبصيم. اللي حكالك ببصمش؟ لا هي ببصم. ولكن من التبصيم مش يعني زي اي جهاز يختلف. وممكن يكون حسب كمان اللون. اللون الاسود بيبين فيه اكتر التبصيم. الكاميرات اللي موجودة معناها صحيح الشكلها خرافي. حلوة كتير كتير. لاحظة اضاءة الشاشة انا حاطتها اوتوماتيك. يعني لو اجيت فكيت الاوتوماتيك وحطيتها يعني حوالي تسعمية وخمسين عالي كتير. يعني حلوة جدا جدا اضاءة تبعتها. يعني في الشمس بتشوف كويس. وحتى لو لو البست نظارة شمسية امورك تمام. اسمع الصوت ونشوف كيف الصوت. الصوت فيش عليه كلام ممتاز. الجهاز المعاي 8 جيجا عام 256 وهي كمان عندك 3 جيجا توسيع ذاكرة. تماني النواة. اعلى نواة موجودة عندنا 2.4 جيجا هيرتز. وهذا المعالج الموجودة عندنا سناب دراجون 770 جيج. نفس المعالج الموجودة على 11 لايت 5 جي ان اي. هذا المعالج ممتاز. هذا المعالج يدعم لك في الباب جي. اللي هو عند 60. عشان يكون عندك علمين هذا اللحظة. الجهاز عشان خاماته يعني بلاستيك خفيف. بعطيك حوالي 175 جرام بس هيك وزنه. الكاميرات. الكاميرا الموجودة عندنا طلع معي هان. الكاميرا 180 ميجا بيكس. هاي اللي هو الكاميرا تخش على المزيد. هاي 180 ميجا بيكس. الان انت فاتح كاميرا 180 ميجا بيكس. طيب. نرجع التاني. صورة. في عندنا هنا فيديو. الفيديو قديش بدي صور المعالج. هذا معروف قديش بدي صور الفيديو فيه. نشوف. وهيو. بيصور لك 4K. هايو. 4K 30 اطار في الثانية. عندنا الجهاز بيجيب 3 كاميرات. الكاميرات الخلفية. اول كاميرا الكاميرا اللي هي الاساسية. 180 ميجا بيكس بفتحة عدسة 1.79. مستشعرها من سامسونج. التاني 8 ميجا بيكس بفتحة عدسة 2.2. وهي الالترا وايد الواسعة. التالت 2 ميجا بيكس بفتحة عدسة 2.4 للماكرو. وعندك الكاميرا الامامية 32 ميجا بيكس. ممتاز جدا يا شاومي. من مستشعرها كمان ماخدينه من وين. من الاخوان من عند سامسونج ماخدين مستشعر 2.45. وهذا المستشعر اسمه GD2. ابتدعم HDR وبانوراما وفيديوهات بيتصور 1080 60 اطار. خلينا نشوف الكاميرا الامامية. هاي الكاميرا الامامية 1080 60 اطار في الثاني. وهذه عايشة حلو يا باشا. ملاحظين هنا كمان في الكاميرا الامامية بتعطينا فيه لقطة متتالية موجود. والتقاط بصورة بكف اليد. هذي موجودات في الكاميرا السيلفي. الجهاز يا عمي كامل. طلعش فيه. فيه الفلوكات. فيه التقطع. فيه فيديو مزدوج. فيه استنساخ. يعني الجهاز مش مخلين فيه ولا حاجة اللي حطين فيه. فيعني اشي رائع شاومي. انكم عاملين هذا الجهاز. الفئة المتوسطة بهذه المواصفات. احلى ايش فيه جهاز عجبني. الشاشة. الاضاءة تحت الشاشة. والانيميشن. لو زي معلم. الجهاز زيك بتحسه. سلس. مش طبيعي الجهاز. لسه بعمله كمان تحديث. سلس جدا. زيادة عن اللزوم. لو جينا على التطبيق الحماية. وبنلاقى هنا كل الامور اللي هو مساري الالعاب واستخدام البيانات وقامة الحظ. روقف للتطبيقات والتطبيقات المزدوجة. وحل المشاكل وكل الامور هذي. لاحظ هنا البطارية في الش الخط المحسن هنحطه ان شاء الله مع التحديث الان. درجة الحرارة تسعة وثلاثين. وانا بستخدم الجهاز يكن اكتر من الساعة الان. وفاتحه تصوير. وفيديوهات. ومش عارف الشو. يعني حلو. وكمان الجهاز بنزل تحديثات. يعني قاعد الان الجهاز بنزل تحديثات. عرف الشو بنزل تحديثات. يعني بيعمل تحديثات جوجل بلاي. تحديثات النظام. وتحديثات بنزل في التحديث. فيعني تسعة وثلاثين درجة الحرارة. ولسه بدنا نجيب له التحديث. وفي شحن البطارية المحسن. هذا ممكن لازم ينفعل جاهز. وتطبيق موفر بطارية. وجهد ولد الإيقاف والتشغيل. بالنسبة للبطارية. بطارية الجهاز 4500 ميلي أمبير. الشاحن 67 وط. طلع هنا. الانميشن تاع الشحن. هاي اناميشن. بيكتب لك قذية 67. هاي بشحن 67. وهي بجري جراي. بجري بفرفر قعد. في حاجة شاومة عملتها في هذا الجهاز. الظهر شاومة عملت الجهاز هذا ينافس ينافس. عملها لك البصمة في الشاشة. يعني اليوم اللي بيحطك البصمة في الشاشة. وين في الفلاكشوب هادا اللي 12 حطينا في الشاشة. طلع. وبصمة سريعة ها. 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 ولسه البص ما عملتها بالعجل هيك مستعجل. لسه لو بده دق أكتر ها يمكن تكون أسرع من هيك. نار طيارة يا باش ها. ولسه الجهاز بعمل تحديث. والانميشن طبعا شغل. لو جينا على مشغل التطبيقات اللي موجودة. خلينا نشوف كيف وضعه. التنقل في النظام ولا تظهر النص. اه. اه. تمام حلو. موجودات كله هنا. اه. تمام. تمام. وكمان في عنا مشغل تطبيقات نزلنا له تحديث قبل شوي. مشغل تطبيقات ام اي 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 اربعة عاش بنقدر نزله في. اه. نزله الان على الجهاز عادي. هنا بدي انزل التليجرام وانزل اللي انا بعد ما نزله اخش عقناتي عشان انزل مشغل التطبيقات اشوف كيف المواصفات يعطيني. واسم قناتي على التليجرام اسمها ايهاب تيفي. وهذا مشغل تطبيقات ام اي 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 اربعة عاش اللي نزل جديد. شايف هده كلها اصلاحات لهذا المشغل. لوز يا معلم بدي انزله الان. علشان اسبته على الجهاز الشاوم 12 لايت واشوف كيف وضعه على الجهاز. وهي المشغل اللي بينزل. يلا يا معلم. نرجع. ندخل. نعمل زهيكة. وعلى الاعداد وفي عنا تأثيرات التنقل تعين الشاشة الرئيسية الافتراضية. هنا من عين الشاشة الافتراضية اللي بدنا اياها. وحطف النص هذا اللي جديد حطف النص من الادوات حكينا عنه في الفيديو وهنا اللي وجينا على المزيد. السرعة ايها هيضاف السرعة. اضاف هذه انضافة. والتنقل وحجم الايقون ولا تظهر النص. هذي ايش يعني بتعمل زي هيكة. التطبيقات اصبحت فيش الها نص. اه? فيش اسهم للتطبيقات. وهذا مشغل جديد لسه لأول تحديث له. لسه الفة. مش مستقر. بالنسب للجهاز. يعني مقدر تفتحها تاني. وحطف النص من الايقونات. وترتيب العناصر اللي هو افقي ورأسي. وهذا كله بالنسبة للمشغل الجديد لجهاز الاتناعش لايت. وكمان نلاحظ مع مع المشغل الجديد كمان صار فيه حركة. مسلا هاي الضبط. اه طلع كيف الحركة على العجل او على اللفة على الترس. الترس شايف الترس? بتحركها. مسلا هنا في حركة صار فيه انامياشن جوه التطبيق نفسه لما نزلنا المشغل الجديد. هذا الجهاز بيجي منه ثلاثة الوان. اللون القدم كل اسود واللون الاخضر واللون البنك. صحيح اللون البنك كمان حلو. والاخضر حلو. والاسود حلو. كلهم حلوين. الجهاز بيدعم طبعا اللي هو البصمة وفيس اللوكدو. وبصمة الاصبع زي ما شفت وين موجودة. واي ار اللي بده اشغل المكيف ده اشغل اي حاجة في الضر والان افسي موجود. سماعة تلات ونص طبعا مش موجودة ليش? لانه انت شفته هاد يبعتبروه جهاز هاي تفخم ما بحطوش في سماعة تلات ونص. نجي نشوف بالنسبة لشريحة واحد وشريحة اتنين. بس شريحتين بدون 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 موماري كارت. لوز. هاد الجهاز يعتبر عن جد جهاز متكامل انسى يا باشا. بالنسبة للبطارية البطارية بتشحن من سفر الى خمسين في المية حوالي تلات عشر دقيقة. طبعا احنا منتعب في المحتوى ومنجيب اجهزة ومنفتح كارتينه. وبعدين من رجاحها تاني من بيحها باجل من سعر عشان خاطر انه انتو تستفيدوا في القناة. بس بدى منكوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة بس لا اكتر والاجل يا شباب. سعر الجهاز عنا هنا بغزة الف و تلات و تلات و ستين شاكل. يعني بطلع حوالي تلاتمية وست و تسعين دولار. تلاتمية و سبعة وتسعين دولار. قول اربعمائة دولار سعره عنا بغزة حوالي اربعمائة دولار. السعر هاده اللي بقولك هي اربعمائة دولار لنس ال 256 على 8. اعلى نسخة. طلاح انا على موقع الي اكس بريس. بالنسبة للجهاز. سعر الجهاز من 344 دولار ل 419. يعني لو ايجينا اخترنا النسخة العالي اعلى نسخة ال 256 على موقع الي اكس بريس. وصل سعرها 375 دولار. جاهز ال 256 على 8. وهي سعرها الدولي. بقدر واحد يشتري بلاس عارت. اذا حابب تشتري هذا الجهاز من الانترنت. احطوا لك الرابط في صندوق الوصف. وهذا كان كل اشي بخصوص جهاز شاومي 12 لايت. كونوا معنا دائما لا تنسى الضغط على زر العجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب عشان يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.